قال نادي الأسير الفلسطيني الخميس إن معتقلا مريضا في السجون الإسرائيلية يحتضر وذكر في بيانا وصل وكالة الأناضول نسخة منه إن تقريرا طبيا جديدا يفيد بأن المعتقر ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان في حالة صحية حرجة للغاية وهو في حالة احتضار وشار نادي الأسير إلى أن مؤتمر صحفيا سيعقد اليوم الخميس بحضور عائلة أبو حميد الوقوف على آخر المستجدات بشأن الوضع الصحي للمعتقل والأسير أبو حميد من مخيم الأمعاري قرب رمالة ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات وخمسين عاما إضافية بتهمة المشاركة في تأسيس كتائب الشهداء الأخصى المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني فاتح وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ولبحميد خمسة أشقاء أيضا يقدون عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منزله عدة مرات ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 4550 أسيرا بحسب بيانات فلسطينية رسمية من نادي الأسير الفلسطيني فلسطيني ترجمة نانسي قنقر